اخبار الرياضة من قناة جلد زاد الالكترونية اهلا بكم بداية تحدث وزير الشباب ورياضة عبدالزاق سبقاق عن الاشغال الجارية بملاعب كرة القدم تحضير للطبعة المقبلة من الشان المقررة بالجزائر وصرح سبقاق اليوم الاثنين نعمل على يعادة تهيئة الملعب المعنية بالشان لتصبح وفق المعايير العالمية المعمول بها كما اكد وزير الشباب والرياضة نعمل على تجهيز هذه الملعب وفق معايير الفيفا وانهاء الاشغال بها قبل نهاية السنة الجارية يذكر ان الجزائر ستحتضن بطولة كأس امم افريقيا للعبين المحليين في المفترة ما بين الثامن الى الواحد والثلاثين جنبي الفين وثلاثة وعشرين محليا عقبت ادارة وفق ستيف صباحة اليوم اللاعب اكرم جحنيط على خلفية الازمة الاخيرة التي وقعت بين اللاعب وعضاء مجلس الادارة وحسب بيان النادي فقد اجتمع صباحة اليوم اللاعب بعضاء مجلس الادارة برئاسة عبدالحكيم سرار اين تقرر خصم اجرى شهرية واحدة من راتبي اللاعب واضف البيان ان اكرم جحنيط تقبل العقوبة المفروضة عليه وشارك بعدها مباشرة في الحصة التدريبية للنادي دائما مع اخباري الاندي اين نددت ادارة فريق اتليتيك بارادو باستغلال بعض الاطراف لاسم النادي من اجل خدمة مصالحهم الشخصية ونشرت ادارة بارادو بيانا كشفت من خلاله عن انتحال بعض لصفة فنيين ومتعاونين او اداريين في الفريق كما اوضحت الادارة بان هؤلاء يسعون لاستغلال اولياء اللاعبين الشبال من خلال مطالباتهم بمبالغ مالية لادماج ابنائهم في اكاديمية بارادو ونوهت ادارة نادي بارادو بان كل العاملين في الفريق يحوزون على بطاقة مهنية وان اختبار الدخول للاكاديمية مجاني في اخباري المحترفين سيكون الدولي الجزائري هشام بودوي حاضر نفقة ناديه نيس الفرنسي في المباراة المهمة التي تنتظرهم لحساب نصف نهائي كأس فرنسا واكشفت ادارة نادي نيس عن قائمتها الموسعة للعبين المعنيين بهذه المباراة والتي ضمت 21 لعبا بما فيهم بودوي في حين غابت دولي الجزائري الاخر يوسف عطال عن هذه القائمة لعدم تابع فيه التام من الاصابة التي يعاني منها يذكر ان هشام بودوي وناديه نيس سينشطون نصف نهائي كأس فرنسا غدا الثلاثة يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مناقشات متقدمة من اجل استبعاد منتخب روسيا من المشاركة في المنافسات الدولية من بينها كأس العالم قطر 2022 بحسب ما علمت به وكالة فرنس بريس من مصادر مطلعة على الملف اليوم الاثنين وتعمل الفيفا مع الاتحاد الاوروبي من اجل تفعيل القرار الذي سيبعد روسيا عن كأس العالم قطر 2022 إلا في حال تحسن الوضع بحسب المصدر ذاته وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا ولم يضمن منتخب روسيا التآهل إلى كأس العالم حتى الآن حيث من المرتقب أن تواجه روسيا بولندا في ذهاب ملحق المونديال في الرابع والعشرين مارس المقبل بالعاصمة الروسية موسكو بهذا الخبر مشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز الرياضي نشكركم على حسن الإسرائي والمتابعة اشتركوا في القناة